الوقت مجز الأهم الأخبار مع ليندا شكرا شازلي الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن زيارة أمير قطر تميم بن حمد الثاني لمصر تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم وترسق لمسار طويل للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة في كافة المجالات جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي لأمير قطر بقصر للتحدية وصراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات مواسعة ضمت وفدي البلدين هذا ورحب رئيس السيسي بالأمير القطري ضيفا كريما على مصر حيث هنأه بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في قطر من جانبه تقدم الأمير تميم بن حمد بالتهنئة إلى رئيس السيسي بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى الثورة الثلاثين من يونيو معربا عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا خاصة في ظل دورها المحوري في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضاون العربي على كافة الأصائد وكذلك السياسة الحكيمة التي تتبعها مصر بقيادة الرئيس السيسي على جميع الأصائد الداخلية والإقليمية والدولية يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان مادة اللغة العربية في أول يوم بامتحانات المواد الدراسية الأساسية هذا ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام سبعمائة وسبعة آلاف وتسعمائة واثنين وتسعين طالبا هذا وأدى طلاب يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين أربعة امتحانات في المواد التي لا تضاف إلى المجموع وهي التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد بالإضافة للإحصاء بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها بما يحقق مصالح الشعبين جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي لرئيس وزراء العراق بقصر السلام في جدة وذكر المكتب الإعلامي للقاظمي أن اللقاء شهد مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجهود ترسيخ السلام والتهديئة في المنطقة كما تم التأكيد على تدعيم التكامل الاقتصادي والتعاون البيني بين البلدين بما يعزز تنمية المستدامة في المنطقة ويقوي الجهود الثنائية لمواجهة الأزمات الاقتصادية قالت هيئة الرقابة النووية الأوكرانية إن قصفا روسيا ألحق أضرارا بمنشأة للأبحاث النووية في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد وأضفت الهيئة الحكومية أن القصف لم يؤثر على المنطقة التي يوجد بها الوقود نووي وأن مستويات الإشعاع النووي في المنطقة ما زالت ضمن خدودها الطبعية ورجحت الهيئة احتمالية حدوث أضرار جديدة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على مستوى الأمان النووي والإشعاعي بسبب القصف دعا رئيس الوزراء بريطاني بوس جونسون قادة مجموعة السبع إلى عدم التخلي عن أوكرانيا متعاهدا بتقديم دعم مالي إضافي لكييف وقال جونسون في بيان أن أوكرانيا يمكنها الانتصار وستنتصر لفتن إلى حاجة كييف إلى الدعم وأضف البيان أن بريطانيا مستعدة لتقديم دمنات قروض أخرى بقيمة 429 مليون جنيه سليني محدرا من أن الحكومة الأوكرانية تخشى نفاذ الأموال بحلول الخريف في حال عدم ضخ سيولة جديدة وبهذا التعاهد يرتفع المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية والإنسانية البريطانية لأوكرانيا هذا العام إلى نحو مليار وثمانمائة مليون دولار أكدت منظمة الصحة العالمية أن مرض جدري القردة لم يصل بعد إلى وضع حالة التوارئ الصحية العالمية ومن جانبي أعرب المدير العام للمنظمة تاجيس أدنم عن قلاقه الكبير من تفشي المرض ووفقا للمنظمة العالمية فقد بلغ عدد الإصابات المؤكدة بهذا المرض نحو 3200 حالة في حين تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في الأسبوع الستة الماضية من 48 دولة لم تشهد عادة انتشارا لهذا المرض انطلقت النسخة التاسعة عشر لدورة ألعاب البحر المتوسط في وهران بالجزائر والمقامة خلال الفترة من 25 من يونيو الجاري إلى 6 من يوليو المقبل وشاركت بعثة مصر في مراسم الافتتاح حيث حمل العالم المصري كل من فريال أشرف صاحبة ذهبية توكيو 2020 في الكاراتي وسيف عيسى بطل تايكوندو الأولمبي وشهدت مراسم الافتتاح حفلا فنيا ضخما ضمن فقرات استعراضية باستخدام أحدث التقنيات بمشاركة نحو 800 شخص هذا وستشهد الدورة مشاركة أكثر من 3000 رياضي يمثلون 26 بلدا نهاية منجزة ثمانا على الاستكمال باقي فقراء الصباح الخير يا مصر بعد الفاصل